النهاردة بنتكلم على تشامبيونز ليج أوروبا في دور الستاشر وإحنا لسه في تشامبيونز ليج أفريقيا بنلعب في دور المجموعات يوم الجمعة أو السبت اللي جايين هتكون الجولة الخامسة في دور المجموعات يعني لسه ما وصلناش للتمانية ولا للأربعة ولا للنهائي وفرق التوقيت ده حقيقي مشكلة مرتبط بإدارة المسابقات يمكن يكون الفرق مش مهم قوي من وجهة نظرك لكن عملية الترحيل والتبديل ده وخصوصا لما بتكلم على الأندية الأبطال الأندية اللي بتنافس على اللقب الأندية اللي زي النادي الأهلي اللي حضراتكم شايفين وبقال له تلت مواسم مش عارف ياخد أجازة مش عارف يعمل فترة إعداد مش عارف يفصل بين المواسم وفي كل ده وكل ده بيدور وبيحصل بنتكلم على أن الموسم الجاي هيبتدي سوبر ليج قصة وحكاية ورواية وكأن الحقيقة الاتحاد الأفريقي مش داريان يعنيها أجندة دولية ومش داريان بارتباطات المنتخبات ومش داريان بارتباطات الأندية الأفريقية وخصوصا لأندية البطلة اللي زي النادي الأهلي كده اللي لما يكون راح يشارك في بطولة بحجم كاسة العام الأندية ما يبقاش عنده نص الاتقوات بتاعته عشان بيشاركوا في بطولة أم أفريقيا في نفس الوقت الاتحاد الأفريقي متمسك بإقامة السوبر ليج على كل أحوال الفوارئ دي بتكشف كمان حقيقة حتى على المستوى المحلي وانت بتتكلم على الدوريات في أوروبا وهي تقريبا قاربة على الانتهاء فاضل فيها عدد بسيط جدا من الجوالات والدوري المصري لسه بيبتدي مشاكل كتيرة جدا 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 تحتاج أكتر من مقدمة حلقة عشان نتكلم فيها لكن هو ملف جديد بالاهتمام وهنترحه على حضراتكم بالتفاصيل وبالأرقام في السادس تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة والبداية دايما مع أهم الأخبار والعنوية تدريبات استشفائية للعابي الأهلي استعدادا للمريخ السوداني وكارلوس كيروش يقرر انطلاق معسكر السنغال 21 مارس صلاح يفوز بجائزة لعب شهر فبراير من رابطة اللاعبين المحترفين والليلة قمة نارية بين منشستر يونيتد وقتلاتكم مادريد في دوري أفطال أوروبا